ده كان كل ما في الشموع الحمراء وأخيراً لا يتبقى لنا إلا مجلتنا في مجلتنا اليوم ومن 40 سنة النهاردة من الطبيعي أنه عدد مجلة الأهلي بيركز ويحتفي بهذه المباراة المهمة جداً للأهلي مع الوداد المغربي فيها رسالة في معظم صفحات المجلة للزميل على عزة رفق بعثة الأهلي إلى الدار البيضاء وقدم هذه التغطية الوافية فيها كل كواليس ما حدث في الدار البيضاء فيها تغطية شاملة لردات الفعل المهمة جداً فيها التصريحات فيها أخبار فيها حوارات فيه كلام كتير جداً عن هذه المشاركة المهمة جداً اللي لها لحق فيها هذه البداية المهمة واللي بيتسو موسيماني توهج بالمناسبة الليلة بيتسو موسيماني كرم في جنوب أفريقيا وخاد جائزة أفضل مدرب في هذا العام في جنوب أفريقيا عن إنجازه مع سانداونز لأنه مع سانداونز خاد السلاسية السنة دي يعني قبل ما ييجي للهالي كان فايز لسانداونز بالسلاسية وفال وعليه الكمال قبل ما يحقق مع النادي الهالي بإذن الله إن شاء الله إذا كان هذا محتوى مجلتنا اليوم فماذا في مجلتنا من أربعين سنة نشوف هذا التقرير مجلتنا من أربعين سنة مجلتنا الغراء منذ أربعين عاما وتحديدا في عددها رقم ثلاثمائة وتسعين الصادر يوم الأربعاء الموافقة السابع عشر من شوال لعام ألف واربعمائة هجرية والسابع والاشرين من أغسطس لعام ألف وتسعمائة وثمانين ميلادية جاء عنوان الصفحة الأولى الرئيسي مصر تكرم وحش إفريقيا الأهلي بكامل نجومه في الإسكندرية احتفالا باليوبيل الماسي للأولمبي ونص مليون جنيه سنويا للأهلي وفي الصفحة الثانية رصدت المجلة يوما كاملا في حياة صوت مصر والفنانة الأهلوية شاديا والتي تبدأ يومها بقبلة على خد ماما وتنام على أنغام الموسيقى وتستعد لتمثيل حياة الفنانة الراحلة فطمة رشدي وفي صفحتها الثالثة أبرزت المجلة حوارا كاملا لكمال حافظ وكيل أول النادي الأهلي تحدث خلاله عن أهم قضايا الساعة وقال كمال حافظ إن الأهلي سيشارك في مسابقة الدور الممتاز طالما أن أحداث الموسم الماضي لن تتكرر وأضاف أن انتخابات النادي الأهلي ستتم وفق أخلاقيات نادينا العتيد كما كشف وكيل أول النادي الأهلي عن عرض تلقاه النادي من مستثمرين لاستغلال مساحة من أرض النادي كحق انتفاع لمدة خمسين عاما بعائد مادي قدره نصف مليون جنيه سنويا بالإضافة إلى خمسة في المئة علاوة سنوية وتحت عنوان المباراة العاشرة لأبطال الدور خلال أسبوعين أشارت الصفحة الرابعة إلى مباراة الأهلي والأوليمبي بالإسكندرية في تجربة وصفتها بالقوية وفي صفحتها الخامسة كشفت مجلتنا الغراء تفاصيل لقاء القمة بين المطربة شديا والفنانة الجزائرية وردة في حفل الأهل الساهر احتفالا ببطولة الدوري وأجرت المجلة حوارا رياضيا رائعا مع عملاق القصة نجيب محفوظ أكد خلاله أن حسين حافظ نجمه المفضل ومايستر الكرة المصرية كما قال نجيب محفوظ إنه اقتبس شخصية علي الحسني كابتن مصر في قصة المرايا مشيرا إلى أنه عاصر العمالقة التتش والزبير ومرعي وممدوح مختار وعبر صفحتين كاملتين أبرزت المجلة اعتزال أحمد عبد الباقي نجم النادي الأهلي تحت عنوان وحش أفريقيا والقرار الصعب حيث أكد نجم النادي الأهلي أنه كان يتمنى أن لا يترك الملاعب إلا في سن الخامسة والثلاثين مشيرا إلى أنه سيتفرغ بعد الاعتزال للتدريب والحصول على الدراسات العليا وبعنوان الشغب مسؤولية من رصدت مجلتنا الغراء في تحقيق على صفحتين كاملتين أظاهرة السلبية التي غزت الملاعب وقتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر